وينضم إلينا من برلين مرسلنا محمد الفنيش محمد العنوان الأبرز لهذه القمة حسب ألبانيا هو الوصول لحلول حول الصداع الأكبر وهو مسألة الهجرة غير الشرعية أما للدول الإفريقية مزيد من الاستثمارات ومزيد من التنمية الاقتصادية هل خرجت نتائج القمة ضمن هذه المعادلة؟ لم نصدر البيان الختامي بعد لكن الأكيد أن ما تابعناه يوم أمس من حيث النقاط سواء من طرف زعماء الدول الإفريقية أو كذلك من التمثيل الألمانية المتمثلة في أنجيلا ميركل أو كذلك من رجال أو ممثلي شركات كبرى رجال أعمال أن المعضلة هي معضلة أزمة الهجرة غير النظامية وأنه بدل أن تصبح إفريقيا شرطة الحدود تحاول ألمانيا أن تقنع شركائها خاصة في المجموعة العشرين بأن تكون هناك فرص اقتصادية استثمارات دعم الاستثمار داخل إفريقيا لكن كذلك ألمانيا كانت واضحة بلغتي أنه لا بد من دعم هذا الاستثمار بالشفافية والنزاهة وركزت على ذلك ميركل في خطابها في أكثر من مرة كذلك ارتباطا على همش هذه القمة التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل قليل هنا في قصر المستشارية الاتحادية والآن تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي محمد الذي من المنتظر أن يغادر بعد لحظات لأن الاجتماع سيضم لمدة 45 دقيقة فقط وبالتالي الاجتماعات سواء التنائية هنا من ممثلي زعماء الدول أفارقة أو من ممثلي مؤسسات إفريقيا مع المسؤولين الألمان تأتي في دعم هذا التوجه الاستثمار داخل إفريقيا لكن من أجل حالة معضلة الهجرة خاصة أن إفريقيا في عام 2050 بحسب التقارير ستكون نسبة السكان فيها قد ارتفعت بنسبة 20% إذن سنكون مع اتضاح أكثر لهذه الأمور بخروج البلايين الختامي شكرا جزيلا من برلين محمد الفنيش